موسيقى يا أخي شو كتب واحد تتحقق أحلامك؟ كل إنسان خلال حياته يبحث عن فرصة لتحقيق أحلامه وبواقع يكون العدالة والمساواة سارية بين الناس ولكن هذه الفرصة تطلب الصبور والعمل فهل يا ترى أنت مستعد الانتظار؟ أصعب شي هو الانتظار نعم إن شاء الله تعالى والله إن شاء الله مستعد ولكن إنسان يكون مستعد كيف تنتظر الإمام المهدي عليه السلام؟ والله إن قداري لازل تخلق بأخلاقه لماذا لا يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجع الشريف؟ الإمام هو موجود بس إحنا غائبين على الإمام إحنا بعيدنا على الإمام تازبع على التروض من الأحزة نتقصر بعضاتك نتقصر صيامك نتقصر نتقصر وهو يمو لا أحسرك كفور هذا الشيء بعض من قصرين لك من أنصاري أبحنوه لا أحسر كيف ستواجه حقيقة أنك سبب في تأخير ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجع الشريف؟ أرجو أن لا يكون ذلك أرجو أن لا يكون ذلك ربما أنا من المقصرين أنا أعترف أنه من المقصرين في حق الإمام المهدي عجل الله فرجع الشريف تقصير هو تقصير هو جاهل باتجاهه ومقصر بحقي ماذا فعلت في أسبوعك هذا لخدمة إمام زمانك؟ هي مساعدة الآخرين يعني اليوم إذا شخص محتاج وساعده هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى أحس الإمام بين راضي عني يعني الصلاة كل شيء بالصلاة بالزيارة دائما نحلي هو أول واحد بالصدقة دفع البلاء عنه إذا أبسط شيء قدمه السيد الشهداء بهاي الدنيا سيد الشهداء ما ينسى حالي إمام المهدي سلامه الله عليه أجل الله فرجعه يرضى إن شاء الله حتى لا يزال يرضى ما نسبة حبك للإمام من مئة؟ إذا أقلك مئة بالمئة وأنا مقصر هذا مو خب قليل إلى المئة المئة قليلة مئة بالمئة نسبة حبه إلى مئة بالمئة يعني مئة بالمئة هذا الاستبيان كان اختبار لكل واحد منهم حتى يعرف نسبة حب الحقيقية للإمام المهدي عجل الله فرجع الشريف وإنت تطلع على الاستبيان وعرف نسبة حبك للإمام أين المؤمل فالآمال حائرة أين المرجع إلى كسر المعانات أين الشموس التي كانت تطالعنا والآن كم أصبحت النسبة؟ ستين بالمئة خمسة واثمانين بالمئة أين صارك؟ مدودي ستين خمسة ستين إن شاء الله نقول له ستة و ستين أتمنى من الله أن يحفو عنا أولاً كذلك من الإمام المهدي عجل الله وعجل الشريف أن يحف عني ويسامحني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله و أهل البيت وإمام زماني بأن يخبر لياهم نحن عندنا تعهد رسالة بها تعهد ستقرأ هذا التعهد وتتعهد وهذه الرسالة نخلها في شباك القائم عجل الله و رجه الشريف إلى إمام زماني أتأهد بقراءة دعاء الأهد لمدة أربعين يوماً ليكون من أنصاره أتعهد بقراءة دعاء الأهد لمدة أربعين يوماً إلى إمام زماني أتعهد بقراءة زيارة عاشوراء لمدة ثلاثين يوم إلى إمام زماني أتعهد بقراءة دعاء الأهد لمدة أربعين يوما يا إمامي يا سيدي يا أولاي وفقنا بحق محمد وعلم أقول لأ أنا مقصر والله أقول لأ خليني خادم يا أغلب مجتمعنا هو غافل عن نصرته للبيت وقداء الواجبات الإسلامية صراحة إلى متى أحار فيك يا مولايا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة إلى إمام زماني بداية رسالة وتعهد كل واحد منهم حتى تكون بعديا في شباك القائم عجل الله فرجه الشريف وإنت تعهدت لإمام زمانك لا بعدك في أمان الله وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة اشتركوا في القناة